كده بتبدأ مع مايكل اللي هو لسه فكر نفسه شاب صغير وكده فبيدأ عكس البيت بتاعت التذاكر والفلوس فقالت له بص يا ابن انت خلص كده راحت عليك روح اجده مايكل صف حسابك عشان انت انتهيت فبص كده تصدم وحسن الواد اللي ورا في الدور عايز يخلص ارفام منه يلا يا ابن انت ماشى طبعا حسز بصراع صعبان عليا فخد فلوس هو امروح زعلان قوي سمع صوت بيبي فبيبص لها بيبي امور قوي فشاله ودخل بالغرفة بتاعته وبدأ ان هو حطه الواد جميل ما شاء الله وصحة من نوم الصبح لابي وق وق بطريقة فضيعة غلب عشان يهديه ما فيش فايدة بدأ ان هو يشغل اغاني موسيقى سكت يطفي الموسيقى يعيط وهكذا فبقى الولد فجأة الامر اللي قدامك ده دي اللي هو لابس طول الفيلم هيقعد معنا والكاب كمان حيفضل معنا طلوقت او حنسميها قبعة وطبعا مايكل كل شاب بيقوله يا ابن ان عايزك تلبس بادلة كده وتبقى محترم بس هو مش رادي راجل تعب شوية فراح للمستشفى قاله الطمن يا بابا علي انا كويس وحكون زي ما انت عايز وحشتغل شغلنا اللي انت عايزها ومايكل كل هدفه ان ابنه بقى انسان محترم بسافيش فايدة ابنه اسمه مونة وزي ما انت شايفينه بيدرب خانق مع شوية عائلة من همش لازمة فاجي الزابط الواد من ابن العائلة منوش لازمة دول عايل ابوه زعيم عصابة جامت في البلد شاف اخوه مضروب قاله مين اللي عمل في كده قاله عايل قاله طب انا عايزه قاله الواد دامنين قاله منباي والمنباي من اماكن اللي هي باشهورة بالرقص في الهند عايزه يعلمه الرأس بس مش عايز منه اكتر من كده فبدأ يعلمه الرأس اللي يغلبه يبهدله شو بيعلمه الحركة دي طبعا هو مش عارف يعملها طول الوقت وان كان في اخر فيلم حيفاجئكم انه بيعمل كل حاجة طبعا الرقصات دي كلها الفيلم يا جماعة كله رأس وكله ده لعباء ومنسجام يعني طبعا هو دخله في اخناقة مع شوية عائلة اللي همش هتين لازمة لان واحد يوم حاول يعور زعيم العصابة انقذه بيتعرف على المدام بتاعته وبيصحبه بصداقة الدم عشان هو حافظ عليه بعد كده بيقوله انت عرف انا بتعلم ده كله ليه عشان انا بحب بنت بتجيل الرأس وانا عايز اتعلم الرأس عشان اتجهوزها وكلام منه قال له ما فيش مشكلة قال له بس انا عندي 42 سنة قال له ما فيش مشكلة برضو هتتعلم الرأس والسنة ملوش علاقة بالمشاعر والكلم ده كله ويبدأوا ان هما يتكلموا مع بعض في العربية قال له حيجيب لها هدية في الصباح راح يشتري لها هدية مش عارف المقاس بتاعها هو مش بيعاكس البنت وعايز يعرف المقاس فقال له تعالى هتودينا في ده يا ده المقاس انا حكتبلها جواب فقال له هتكتبلها جواب بالهندي قال له ايوة فبدأ اكتبلها الجواب وقال له انت لح تودينها جواب بيعمل فحش قال له لا انا عارف ان الفيلم قديم يا جماعة مش قديم ده في 2017 بس اللي انت شايفينه ده شغلة قديم قوي المهم انه هو حيستنيها برا البيت تحت اضرب لها تتربع بالمرة وقال لها الهدية دي اتلكي فقالت له شكرا بيت ساروغ الحقيقة يعني جان بيبص لها اللي هو قالت له انت رايح فين قال لها اوديك في الحتة اللي انت عايزها طبعا ركب المتسكلي مع بعض وبعد كده شافتها دي عجبتها قال لا اسمك ايه اسم امونة فانتهت مهمتي راح يقول له كده وبقى قابلهم ببعض فبيقول لها انا بعتلك جواب فقالت له قابس بالانجليزي فقال لها انت قالت لها انا مكملتش تعليمي وانا مكملتش تعليمي عشان حطمت رأس مدرس بعد الشر ودي عربية ايك ودالها المفاتيح بترقصها العربية وبتعود مع موني على العربية اللي جابها لها الرجل الصديق موني في النهاية بتخش شاقتها اللي برضو رجل جابها لها بتلاقي اخوه قاعد لها فيها فبتهدده بالسكينة عشان يمشي والواد بيمشي وينتهي الموضوع وبعد كده بيروح يضرب اخوه عشان هو استناها في شاقتها ان هي كمان هتاخد بعضها وطيرها وهي مهربتش هي راحة منبي العاصمة عشان تتعلم من قدلناك الرأس وكمان هي دخلت مسابقة رأس الواد ده متنرفس جدا والما الذي تريده النساء لا تريده شيئا يا ابني هنريد من امك ايه يعني المهم انه انتهى كل شيء انتهى عيد الحب وانتهى الرقص وانتهى وانت حر يلا روح مع كانت قال له بقولك ايه انا هجيبها لك قال له هتجيبها لك قال له مع عيدك ان انا هجيبها لك وراح بنفسه عشان يجيبها واعرف مكانها طبعا فحيروح يجيبها من المكان اللي فيه سلم على بابا والدكتور بيطمنه بيقول له ده الدكتور تمام وبعدين بعد كده راح لاصحابه قاعد معاهم فطلعوا بيشتغل واللي في متجر ملابس واللي بيشتغل في محلة واللي والمعلم ده شغال مش عالبيه طماطم تقريبا واللي انت شايفينه ده حادثة حصلت له والديل بتاعه تقطع لانه كانت فيه مشكلة وكده فراح اتعرف عليها من اول وجديد اسمها دولي وقاعد معاها وبدأ انه طبعا قارفج انه يخطفها علشان خاطر بديها لصاحبه وهنا بيسلم على صاحبه بقوله تفضل دولي معاك هيت وخط بعض وماشى طبعا هو تاني قال له انا عايز اتجوزك قال له انا فعش انت الراجل متجوز قال له هل انت عايزها طب وافقي قال له مش حينفع وافق وقاعد مع بعض قال له انا لازم افوز في العرض باي تمن باي شكل فقال له ان شاء الله هتفوزي فقال له ما تسيبنيش بعد كده قال له دول الناس اللي معانا وحنبدأ ان احنا نرقص العرض بتاعنا عشان نكسب العرض قالت له انت على فكرة بتعرف ترقص كويس لبست لها الاشار بالأحمر دوت وبدأوا يعملوا احسن عرض تقريبا عملوا في حياتهم بعد كده زعيم العصابة اللي هو مهندار قال له انت بتخبه مني مش عارف ايه المهم بدأ ان هو يقول له يا صاحبي انا ابوك معايا ومخبيلك كل حاجة هنا في مطاردة في القطر كالعادة الفيلم كله مطاردات بيجروا على دولي ودولي بتجري منهم والمصطيفة اللي انتوا شايفينها الامر ديت بيعكس ما علينا كل ده هجس بعد كده الدولي حيتفقوا انا عاجبني البلوزة دي عشان كده قورتها الجو دي البلوزة دي برضو الان بيلبس شوية قمصان في الحفلة بصراحة جامدة جدا وطبعا خطفين ابوه هواد بيحددوا بخطف ابوه بس بهزار اللي هو مثلا راجل نفسه مش مدرك بيسلم عليه بيقوله باي باي بس طبعا هو الولد عارف ان في خطره على والده هنا حيروح يقول لها الوضع كذا كذا وحيشرحه لها وحيعرفهم القصة هنا بقى بيوريها ان هو بيعرف يرؤوس كويس عشان ترضى عنه بس هي مش قبلان هائي باي شكل من الاشكال وحيسيبه وتمشي وبعد كده طبعا مؤمنة رايح يزور والده في المستشفى يطامن عليه ودول اللي بتقول له انا بحبك وكده قال له مش حينفع لان انا والدي على المحك مش حينفع فقال لهم بابا قال له انا عايزك دربوا طبعا ده زار يقولوا انت عرف ان انا كده جسمي قوه وقت عشان بعرف اضرب لازم انا عشان اشوفك سعيد هشوفك ان شاء الله الرقص وتفوز بالجايزة والكلام هيبدأوا بعد كده ان هما طبعا بيتصورهم الوقت بيصورهم حيروحوا على المستشفى قالوا لا انا عايزك اروح معاك على حلقة الرقص عشان تفوز ان شاء الله وبدأوا ان هما طبعا يروحوا على حلقة الرقص كانت فيه مطاردة جانبه بالسيارات ومنا تعور برجليها واسم الله بيرقص الرقص ده كله ورابط رجليه لما هي حتدوس كده بس رجله قال ايه حتوجعه يعني كل الرقص اللي رقصه يا جماعة والله الهندي ده ناس محترمة محترمة معاك حيرميله القبعة بتاعته حيفتكر اللي هو ايه الرقص فحيبدأ ان هو يروس تاني ما حصلش اي حاجة تمام واخد رسوسها في رجله بس فيش مشكلة عادي طبعا حيفوز في مسابقة الرقص ده نفروض يفوز في مسابقة السحر طبعا رابط لك كتف اللي هو متعور برضه في كتف متبادل حقيقة ماشي وبعد كده حيروح لبيته فحيفجأ بمهندره حتخانه قتاني حقول له لاتو حط بصداقات انا مش هزدربك اكتر من كده انا لو دست عليك بصبع حسحكك اساسا والبت ديت اساسا مش هزاك مش هزاك يعني وبالعافية فالمهم حيقول له طب انت عيس اضربني بالنار اضرب اضرب بالنار بس انا بحبها فهنا حيقول له ايه الحل بقى بدأ انه هو طبعا يتراجع عن رأيه وهو بيحبه اصلا على فكرة ما هندر ده رغم انه هو زعيم اصابه متخلف بس طيب يعني بحقال خلاص انا لو اي حاجة حصلت انا تحت الامر اتصل بيه اول ما يحصل اي حاجة خانك زعالك ماشي فهيبدأ انه يعمل حركة اللي انا كنت باستنيها منه في اخر الحركة دي جميلة فالتاني هيخدها منه اللي هو تعرفينها بقى اللي هو كده تمام ناس والله بصراحة ناس زوء 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 يتحل الفيلم على كده سلام عليكم